موسيقى أمانينا تسبك تهانينا وفرحتنا تسبك ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا مشاهدين الكرام الله يعيد علينا وعليكم بالصحة والعافية والسلامة وكل عام وانتوا بخير وصحة وسلامة وكيد حالات العيدة بشوفتكم وما يكتمل إلا بلقاكم أدام الله عليكم العيدة دهورا وألبسكم من تقواهي نورا مشاهدين الكرام أرحب فيكم بحلقات مميزة من برنامج لين خمسة وأرحب أيضا بزميلتي ابتهال مساج الله بخير ابتهال الله يمسيك بالرضا والعافية وعيد مبارك الله يعود علينا بالخير والبركة والأمان لبلادنا وبلاد المسلمين إن شاء الله يا رب هو شي ابتهال قبل ما نبدأ كل شيء ما شاء الله شو هالكش خليج أدامنا لابد لازم حنيت يديا واخترت هاللبس الغاوي ضروري أن نحس بأجواء العيد يا سين ولو يا سين في البيت وبعدين ها حق مشاهدين مشاهدين قناة الضفرة أكيد نعم ابتهال بالرغم من الإجراءات الاحترازية اللي قاعدين نمر فيها إحنا قاعدين نصنع لنفسنا مشاهدين طقوس العيد أو قاعدين نحس فيها في البيت صح ونسويها لنفسنا يعني بالعكس هالشي يعني جدا جميل ابتهال جاهز البرنامج لين خمسة نسو الله طبعا جاهزة أول شي خلنا نتعرف في الجهال والمشاهدين الكرام شو هو برنامج لين خمسة طبعا أنت مثل ما تعرف يا سين أنه في السنوات الماضية كانت حلقات برنامج لين خمسة خلال شهر رمضان الكريم كلها كل الجوائز من نصيب المشاركين والمتسابقين لكن هالسنة غير بناء على نجاح هذا البرنامج في السنوات السابقة قررنا أن في هذه الحلقات بعد نشارك مشاهدين بالفرحة والسرور في هذه الأيام المباركة ولكن هدفها العطاء أن نحن كل الجوائز تكون من نصيب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي صحيح نحن نمر بظروف صعبة لكن كلنا ثقة وإيمان بقدرتنا على تجاوز هذه المهنة فلابد أن نتكاتف ولابد أن نحن نساند قيادتنا وجنود الصف الأول اللي طبعا قدم لهم تحية شكر وتقدير على مجهودهم ويجب أن نلتزم في البيت لأن الالتزام هو أقوى سلاح ضد هذا المرض أكيد نعم ابتهاء مثل ما سمعتم مشاهدين الكرام برنامج لين خمسة بتكون عندنا حلقات استثنائية وأيضا الضيوف اللي بيكونوا معانا استثنائيين فبيكون عندنا نخبة من نجوم ومشاهير السوشال ميديا وأيضا من الشعراء والفنانين بنطل عليكم خلال ثلاث أيام عيد الفطر المبارك وأيضا الجوائز التي بيربحها الفنانين ويانا بتروح لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي كل الشكر لهم وعلى تعاونهم ويانا وعطاءهم الكامل ومشاركتهم ويانا في هذه الحلة الجديدة من برنامج لين خمسة ودائما مشاهدين احنا نطمح أن نساعد الناس حتى لو ما قدرنا أن نساعد الناس بأشياء مادية أو بأشياء من الموسى احنا نقدر نساعدهم بوقتنا حتى ربما مساعدة بسيطة مننا تفتح لهم باب خير ولكن دعوة خير منهم ممكن أنها تفتح لنا ألف باب خير فدائما احنا مشاهدين الكرام نبحث عن نفسنا بين دعوات الناس إذن كل الشكر لضيوفنا الكرام على مشاركتهم وعطاءهم التام جوائزهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي انتقلوا يا شبتي هالو ياريت نعرف مشاهدين الكرام على آلية عمل برنامج لين خمسة أكيد يا سين انت مثل ما تعرف اليوم نحنا بنختبر ثقافة وسرعة بديهة ضيوفنا الأعزاء والمميزين في خمسة أسئلة لين خمسة يعني لين خمسة آلاف درهم السؤال الأول بيكون معلومات عامة السؤال الثاني ثقافة فنية اللي نحنا متأكدين بيتميزون فيه لأنه مثل ما قلت ويانا نخبة من الفنانين والمخرجين والممثلين والشعراء والكتاب والسؤال الثالث بيكون مثال شعبي اللي هو من اختصاص أخو يا سين ان شاء الله ان شاء الله لا متأكدة من نجاحك وقدرتك في الأمثال الشعبية والسؤال الرابع بيكون عن أعلام وشخصيات معروفة والسؤال الخامس والأصعب بيكون لغس شعبي ان شاء الله ابتهال ابتهال جاهزة جاهزة منه أول ضيف ويانا أول ضيف ويانا المخرجة الفنان المبدعة نهلة الفهد ويانا على التلفون مساتش الله بالخير سيدة نهلة مسال نور والسرور كل عام حبيت أرفع اسمايا الثاني والتبركات وأقولكم عيدكم بارك طبعا لك يا سين والابتهال نورين مشاء الله عليكم نورك كل عام وانت بخير وعساكم من العاديين والفايزين مساء الله وعساكم العاديين لكم ولجميع طاقم العمل والمشاهدين اللي قاعدين تابعونا الحين ان شاء الله يا رب الله يعود علينا وعليكم بالخير والبركة عوام الله يبارك فيك يا رب ويحفظك والله يطول في عمرك ونحن سعيدين ونورتي البرنامج سعيدين جدا أيضا باستعدادك الكامل لمساعدتنا في هذا الهدف ان شاء الله يكون في ميزان حسناتش ان شاء الله آمين يا رب أتشرف وأنا طبعا أحب أشكركم على هذه البادرة الطيبة البادرة الإنسانية وهذا الشيء مبغريب علينا في دولة المارات العامية المتحدة دايما البلد المعطاء واللي لها دور سباق في الإنسانية وفي العطاء اللي إن شاء الله يا رب مستمر والكل يشهد له مشكونين على هذه اللفتة الطيبة نعم صحيح شكر ليتش وشكرا أيضا على هذه الكلمات الجميلة وإن شاء الله تكوني مستعدة ويانا للسؤال الأول يلا إن شاء الله على بركة الله ونقول بسم الله بسم الله عاد أستاذا نحن نبي حماس نبي تركيز إن شاء الله أسئلة بسيطة وسهلة ويا ريت نجمع أكبر عدد ممكن من المبلغ عشان نتبرع به إن شاء الله وهذا هدفنا إن نحن نجمع أكبر قدر ممكن من المبلغ إن شاء الله إن شاء الله يلا بسم الله على بركة الله ناخد وياتج أول سؤال ونقول فيه السؤال يقول يا أستاذا نهلا ما هو أقرب كوكب للشمس؟ عندنا ثلاث اختيارات هل هو عطارد؟ أم الزهرة؟ أم الأرض؟ ثلاثين ثانية بدأ العداد؟ ما هو أقرب كوكب للشمس؟ ها أستاذا؟ هو لكل سؤال مبلغ مالي طبعا أكيد ألف درهم على كل سؤال ألف درهم لين خمسة؟ خمستاشر ثانية؟ أوكي هو أقرب كوكب عطارد عطارد نشوف متأكدة؟ ثبت العداد متأكدة؟ متأكدة متأكدة إن شاء الله نشوف الجواب يا بعض أستاذا نهلا عطارد هو الكوكب الأقرب للشمس ويجاب للصحة ألف ألف مبروك ألف مبروك هذه كانت الخطوة الأولى تستاهلي أستاذا ما شاء الله عليك حتى بدون أي تدخل أو مساعدة جاوبتي يانا ما شاء الله عليك لا تدخل ولشيء بس لأنني معروف يعني أنا تابع دائما هذه الأشياء العلمية فهذا الشيء معروف إن أقرب نعم وهذا السؤال بالنسبة لك سهل يا أستاذا نهلا يعني على ما شاء الله ثقافتك الكبيرة يعني الله يورك فيك إن شاء الله صار وياك أستاذا نهلا ألف درهم إماراتي مبروك الله يبارك ألف ألف مبروك أستاذا نهلا وخبرين الحين أنت جاهزة لين خمسة ولا نوقف عند الواحد لا جاهزة جاهزة حماس إن شاء الله والسؤال الثاني بيكون ثقافة فنية عادل أستاذا نهلا فنان بالضبط يعني السؤال بيكون وايد سهل عليك يا رب إن شاء الله إن شاء الله بنشوف الحين مقطع فيديو ومن ثم بنسألش سؤال عن هذا المقطع فنبأ تركيزش مو علي تمر نشوف المقطع ويا بقى يلا أستاذا أستاذا نهلا حضرتي الفيديو شفتيه ركزتي نعم هذا المشهد من أي مسرحية طبعا مدرستمشاغبين مدرستمشاغبين نعم المسرحية المميزة واللي إلى الحين تضع بصمتها يعني والناس تشوفها إلى الحين ولين الحين ولين الحين اضحكنا أكيد هي والله صح وناس تركب عليها مقاطع وكل شيء لنهين على الوصف معروفة جدا طبعا أكيد كان فيها النجم الكبير لأستاذ عاد الإمام أكيد أكيد ونخبة من الفنانين وهذا بيكون سؤالنا طبعا سؤال عرف مو هو أن مدرستة المشاغبين السؤال ما هو سؤال يقول ما هو اسم الممثلة التي قامت بدور المعلمة في مدرستة المشاغبين 30 ثانية بدأ العداد وهل يخفى القمر القديرة والرائعة سهير البابلي وهل يخفى القمر نشوف إذا الإجابة صحيحة هذه مرية وسكينة بعد بس والله أتفق وياتي يا أستاذة سهير البابليو إجابة الصح يا أستاذة مبروك ألف ألف أولوك مبروك عليك يعني هي النجمة الوحيدة مبين نخضر من السباب أكيد صحيح صحيح نعم وعملها مرسحة في المجال الفن وأستاذة يعني نتعلم منها طبعا أكيد نعم أستاذة نهلة تخطيت إيانا السؤال الثاني وصارف رصيدك 2000 درهم إماراتي مبروك مبروك مزين أستاذة ننتقل وياتي للسؤال الثالث يلا عاد السؤال الثالث أمثلة شعبية مثال شعبي يعني في صورة بنشوفها ويابعض ومنها صورة بنستنتج مثال شعبي شو أخبارش في الأمثلة الشعبية أكيد بيرفكت آآ جين أوكي إن شاء الله لا لا بسيطة عليك إن شاء الله الأمور طيبة الأمور طيبة إن شاء الله إن شاء الله خلينا نشوف هاي الصورة ويابعض نشوف الصورة بدأ تايمر عنا ثلاثين ثانية في سيل قاعد ينزل وريال طايع في الماء مبلود وفي واحد من بهتم يلا ها هو من تراثنا يعني السؤال ما هاتنا بعد يعرفونه سيل وحد مبانيل وحد مبانيل تنزكهم سيل يبلك ما يهمك نشوفه يا بعض سيلي يبلك ما يهمك ثبتنا العداد نثبت العداد نشوفه يا بعض وسيل يبلك ما يهمك وجوابك صح وصلنا الثلاثة صح لين ثلاثة لين ثلاثة نعم مبروك مبروك عليك لين ثلاثة يعني قيمة الجائزة ثلاثة تلاف درهم اماراتي مبروك عليك ثلاثة تلاف درهم اماراتي وعجبال الخمس تلاف ان شاء الله لين خمسة ان شاء الله بإذن الله بس ان شاء الله استاذنا هل تكوني مستعدة ويانا لين خمسة ولا نوقف نصدر لا لا نكمل اكيد نكمل والسؤال الرابع بيكون عن كيف ذكرتت ويا الاسامي على حسب مرات يوم اتشوف صورة احاول اتذكر اسم الشخص وصعب شوي بس ما عليك خوف نحن وياك وانا متأكدة بسرعة بتعرفين الاجابة ان شاء الله واحنا موجدين ومورش ليبة ان شاء الله خصوصا ان لها علاقة بالحركة النسوية اكيد والسؤال يقول من هي اول امرأة فازت بجائزة نوبل عدادة ثلاثين ثانية بدأ استاذنا من هي اول امرأة فازت بجائزة نوبل بساعدت شوي انا بعطيت اسم القبيلة او الاسم الثاني ما لها لانا في كم وش بات قد فازت بجائزة نوبل بس النوبل وش بات جائزة نوبل هي اول امرأة اول امرأة الاسم اسم العيلة هو كوري كوري ماري كوري موقف العداد نشوفها بعض اذا ماري كوري هل هو ماري كوري ام لا نشوفها بعض وجوابت صح ماري كوري ماري كوري هي اول امرأة فازت بجائزة نوبل مبروك الله عليك يا استاذة نهلة ما صال عليك لين اربع وصلنا ما شاء الله بس السؤال صعب ها وجوابت عليك سؤال صعب بضبط نوصل ل 5000 درهم امرأتي هال رقم خمسة اللي صعب هادا هذا ابي صوبة ثلاثة صفار ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قبل لين خمسة انا عندي سؤال استاذة نهلة استاذه نهلة شي تشجيح شي حد حولتش من العيلة لا انا شوية بتعت عنهم عشان اركض على الفئلة لان يقولوني في خمسة سئلة اه وفي قدات يعني انا مابا اخد راحتي صحصا ويركد وهو شخص صبيعتي انا محتاج اركض في شيء انا ازل اكيد وتركيزك هذا ان شاء الله بتوصلي لين خمسة يعني الجهد شخصي يعني ما شاء الله عليك كل المعلومات انتي عرفتنها نحب بالله مثل ما قلت الواحد بحلو يوم يقرأ وأنا أقرأ كتب وأقرأ معلومات عنوات في مواقع الترونية أكيد الثقافة هي أهم شيء وبنختبر هذه الثقافة في آخر خطوة لين خمسة سأل عندك أخو ياسين نزين أستاذ نهلة السؤال الخامس عبارة عن حزورة لغزة شيء بسيط يعني شيء بنقوله وبنستنتج منه الجواب تمام وبس معروف هذا يعني لدينا فتراثنا وأجدادنا قبل دايما يقولونا تمام نزين شو يقول السؤال سلسلة من سلسلة في كل البلاد منزلة ثلاثين ثانية بدأ العدات سلسلة يعني في كل البلاد منزلة هذا شيء موجود في كل البلاد وين ما سرنا نحصها ونوع من أنواع الحشرات يالله ها ساعدتك بعد ودوم يمشي في سطر واحد في سلسلة وصغير يقرص بعد شوية يمشي يمشي في سطر خمس ثواني سالة يعني تقصدي خمس ثواني باقي ها يعني بنظام الصرصور ولا النمل يعني نمل 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 نوقف العداد نشوفي أبعض هل هو النمل نمل نمل جوابك صح النمل مبروك أحسنت لي مبروك السادة شكرا شكرا لكم ساعدتوني صراحة مبروك عليك مبروك تستاهلين وقيمة لين خمسة المحطة الخامسة والجائزة الكبرى بقيمة خمسة آلاف درهم مبروك عليك مبروك عليك خمسة آلاف درهم إماراتي تستاهلين وزوت شكرا لك شكرا لك أستاذة نهلة شكرا لك أستاذة نهلة والأخير صراحة لو ما تعطوني ما لأمور طيب عادي لأنه واجه شافش للعالم يعني تكون من سلسلة طريقة سلسلة مشكورين نورتينا نورتينا أستاذة نهلة وماشاء الله عليك ما قصرتي ويانا شكرا لك شكرا جزيلا أستاذة وإن شاء الله إن شاء الله نشوف لك أعمال قادمة إن شاء الله كبيرة والله يوفقك دائما في مسيرتك الفنية يا را والله يوفقكم والله يحفظك يا را والله يجين عليكم الفرحة شكرا لك على المشاركة مشاهدين الكرام لا تروحون بعيد فاصل بسيط وراجعين لكم انتظرونا رجعناكم مشاهدينا نشارككم فرحة أول أيام العيد وماشاء الله على أستاذة نهلة الفهد ماشاء الله عليها بصراحة كانت ويانا أستاذة نهلة الفهد في آخر اتصال ووصلت معانا اللين الخمسة بالجائزة الكبرى خمس تلاف درهم إماراتي ويعطيها ألف عافية إن شاء الله مشاهدين الكرام نذكركم نحن قاعدين نشارك ونسوي مصابقات وهدفنا الوحيد هو العطاء لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي والتبرع بهذه المبالغ اللي يفوزون فيها المشتركين اللي معانا وهم ضيوف استثنائيين أيضا منهم الفنانين والشعراء والكاتبين والممثلين ويانا الحين على التليفون ابتهال الكاتب الأستاذ أحمد إبراهيم ونقول مساك الله بالخير أستاذ أستاذ الله بالنور الله يسلمك وتحياتي للظفرة والظافرين من الظفرة وكلكم مظفرين والحمد الله عيدك مبارك أستاذ أحمد إبراهيم سفير الإبداع والثقافة الكاتب أحمد إبراهيم شو تحب تقول في هذه المناسبة الكريمة من خلال قناة الظفرة طبعا نحن أجمل ما يقال أنا حط في جملتين حلوات الجملة الأولى نصنفها تحت خانة لا تشلهم نعم والجملة الثانية نصنفها تحت خانة الإقامة الذهبية والتفاصيل مع العالم كله مع القراء والمستمعين ومع الضفرة شكرا شكرا لك أستاذ أحمد وشكرا لك على مشاركتك معنا ومساعدتك للتبرع بالمبلغ المالي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي نزين أستاذ أحمد لين خمسة؟ عنا خمس أسئلة نزين نبدأ وياك بأول سؤال إن شاء الله تفضل جاهزوا إيانا؟ الله كريم أمورك طيبة إن شاء الله وجاهزين إن شاء الله إحنا وما بنقصر إياك إن شاء الله بنوصل لين خمسة بإذن الله يلا ناخذ إياك أول سؤال يا أستاذ أحمد السؤال يقول ما هو الخليج الأكبر في العالم؟ لدينا ثلاثة اختيارات؟ هل هو الخليج العربي؟ أم خليج المكسيك؟ أم خليج كاليفورنيا؟ عندك ثلاثين ثانية أستاذ طبعاً مقابل كلمة الأكبر نحط الأكثر شهرة هي كل واحد منهم شهرات خاصة بضروس خاصة بما أن حرب الخليج كانت عندنا والخليج العربي والكاليفورنيا بس الأكبر حجماً هي خليج المكسيك خليج المكسيك نثبت العداد؟ إجابة نهائية؟ نعم الأكبر حجماً يعني إذا تتكلم في أمور أخرى في تفاصيل لكن ناخذ المساحة الأكبر هي خليج المكسيك الأكبر حجماً إذن خليج المكسيك صح؟ نشوف يا بعض خليج المكسيك وجوابك صح يا أستاذ أحمد خليج المكسيك أكبر خليج في العالم ومبروك ألف مبروك ألف مبروك يا أستاذ تستاهل؟ تستاهل فعلاً ما شاء الله عليك ثقافتك باينة من أول سؤال والحين صار في رصيدك أستاذ أحمد ألف درهم إماراتي مبروك الله يبارك فيك نحن الحين كنا عند واحد نبن نصير لين عند ياسين؟ لين خمسة؟ جاهز ومستعد؟ اتفضلوا، اتفضلوا على بركة الله والسؤال الثاني بنختبر ثقافتك ألفاً يا بنشوف مقطع فيديو على الشاشة وعقب السؤال يلا نشوف الشاشة ويا بعض نشوف؟ يلا صدر شوي رح أحكي مع الدكتورة لبنى لا لا، فداية هيدا كله من البرد اللي أخدته الصبح الله الله يزامحوا لا يا مدى لا تدهي على هذا الله يسامحوني يغفر لهم أنا من قهر عليك شاغلك ممكن تزير مصارد ربنا رأيديك خديني خديني، 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 خدينها مرتاح شوي يلا شفت المشهد؟ نعم ركزت؟ نعم، نعم، ركز وأيضا هذا المسلسل هو مسلسل سيرة ذاتية من واحد من قامة الشخصيات التاريخية اللي نذكرها لين اليوم عندك ثلاثين ثانية استاذ؟ ناخذ السؤال وياك والسؤال يقول ما اسم الشخصية الرئيسية في مسلسل حارس القدس؟ ثلاثين ثانية، بدأ العداد شخصية تاريخية ولدت في حلب ومن ثم انتقلت إلى لبنان ومن ثم إلى فلسطين ها استاذ، هو المطران هو المطران شو؟ أتخيل، أتخيل، أتوقع المطران هلاريون المطران هلاريون ننزين، نوقف العداد، نشوف في بعضها الإجابتك صح؟ الإجابة صحيحة المطران هلاريون كابوتشي، صح إجابة استاذ أحمد، الحين صار الآن معاك في رصيدك ألفين درهم إماراتي، مبروك مبروك عليك، عقبال الخمس تالاف إن شاء الله بإبن الله زين، استاذ أحمد، انتقل وياك إلى السؤال الثالث إن شاء الله بابرد السؤال الثالث عبارة عن أمثلة شعبية شو أخبارك في الأمثلة الشعبية تمام؟ هاي؟ أكيد أمثلة، ايه؟ يعني أمثلة الشعبية، احنا هذا اللي كبرنا وتربينا عليها طبعاً أكيد، ها من ثقافتنا، ومن تراثنا، فالسؤال بيكون ويد سهل أكيد، صحيح، بنشوف صورة ويا بعض على الشاشة، ومنها صورة بنستنتج منها المثل الشعبي دعنا نشوف أي بعض مثل ما قاعدين نشوف، واحد ثلاثين ثانية ثلاثين ثانية بدأت طبعاً الشيفة يعني ما شايف نفسه، بس ما عنده شيء ها هذا المعروف، الشيف شيفة والمعاني ضعيفة الشيف شيفة والمعاني ضعيفة، نشوف نشوف في بعض ونثبت العداد نشوف في بعض الشيف شيفة والمعاني ضعيفة، تستاهل استاذ أحمد ألم استان مبارك يا أخي أستاذ أحمد أنت والله يعني ما شاء الله عليك ثقافتك في كل المجلات المجلات ما شاء الله عليك والله العطاءات منكم الواجهات الإعلامية هي اللي تعلمنا يعني الله يسلمك يطول في عمرك هذا الشرف لنا نزين أستاذ أحمد صار في رصيدك الحين 3000 درهم إماراتي مبروك عليك تستاهل أستاذ 3000 درهم في رصيدك أستاذ أحمد يعني ما شاء الله عليك شاد الهم ويان وتساعدنا وتساندنا في تحقيق هدفنا وإن شاء الله تكون أيضا مستعد لين خمسة بإذن الله بإذن الله ننتقل وياكنا السؤال الرابع مع الزميلة ابتهاء أستاذ أحمد نعم السؤال الرابع يقول ها سؤال مخادع شوي ها 116 عام 116 عام هل متأكد 10 ثواني ثبت العداد كان بيشرح لنا بالضبط تفاصيل الحرب وبيعطينا بالضبط شو صار في كل سنة منها ياليت عننا الوقت يعني ما شبعنا من هذه المعلومات ونا بنستفيد أكثر منك أستاذ أحمد وإن شاء الله وصلنا لين خمسة ولين خمسة بنكون فزنا بالجائزة الكبرى باستعدادك إن شاء الله باقي لنا سؤال واحد على الجائزة الكبرى جاهز أستاذ أحمد يالله شي تحيلك وش تحيلي وياك يالله إن شاء الله وياك أنا بالأمور طيبة أو سعمحونا في حالة يقولك ربنا كريم في شهر رمضان يعني ما إني ما يقدر على الشيء ربنا يغطر له نعم إذا أجزنا وربنا نتموح ونعم بالله إن شاء الله أمورك طيبة أستاذ بعدنا بنذكرك أن صارف رصيدك أربع تلاف درهم إماراتي مبروك عليك الله يا حبي إن زين السؤال الخامس أستاذ أحمد هو عبارة عن حزورة أو لغز بسيط يعني بنشوفها بنقولها ويا بعض وبنستنتج بنا شيء تمام هو مثل يعني معروف عنه إن زين يلا خلنا نشوف إيا بعض المثل والسؤال يقول حمر حميران ريلا خيزران يعبد ربه لكن ما يصوم رمضان حمر حميران ريلا خيزران ريلا خيزران يعبد ربه لكن ما يصوم رمضان هو شيء كل يوم الصبح نسمع صوته أوك 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 هذا اللي تقول عنه الحزورة هذه هذا هو عنده قصيدة هو ثلاء قصيدة في حق زوجته وقال أنا أديك أصيح وكل صباح أصيح ولكن زوجتي دجاجة تنام وتتفريح يا أخي الله عليك نوقف التايم الله عليك والله والله تستاهل نشوف الجواب يلا هو أديك أديك وجوابك وأنا عارف أنك عارف أنه والله طلع أحلى من اللغة نفسك أديك مبروك عليك يا أستاذ تستاهل مبروك ألف مبروك أديك وصلنا لين خمسة ما شاء الله كل أبنائنا اليوم شادين نعم في هذه الظروف الاستثنائية اللي نحن قاعدين نمر فيها الحين نصيحة منك للناس يعني والله أنا أبقى في إطار في إطار القناة الضفرة اللي استضافتني ورشحتني وحددت في جائزة ففي نفس الإطار أتوقف على تلك المواقفة النبيلة للدولة تجاه الشعب وعندما الدولة تعني الشعب تعني كل من يتنفس على خارطة الإمارات على كوكب الأرض الجميلة وكل ما يتنفس من جمال ونوق وبشر وأرواح وطيور فبالتالي هذه الأرواح في عياد أمينة من الخيادة الرشيدة مشت الجائزة الجوائز وبيوتنا وأولادنا وممتلكاتنا بداءا للوطن شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد وشكرا على تبرعك الإضافي نحن دائما نحاول نشجع الناس على أنهم يتبرعوا وشكرا جزيلا لك مرة ثانية وإن شاء الله في ميزان حسناتك ومشاهدين الكرام أول شي قبل أن ننهي معك أستاذ أحمد نذكرك أنه صار في رصيدك خمسة آلاف درهم إماراتي شكرا لك مشاهدين الكرام لا تروحون عن بعيد فاصل بسيط وراجعين لكم خلكم ميانا موسيقى 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 رجعناكم مشاهدينا وكل عام وانتوا بخير في أول يوم من أيام عيد الفطر السعيد ومثل ما شفتم مشاهدينا نشكر الأستاذة والمخرجة نهل الفهد وأيضا الكاتب أحمد إبراهيم ما شاء الله عليه أبدع يا ياسين نعم وفوق مشاركته في العمل الخيري في برنامجنا أيضا تبرع بمبالغ إضافية للعمل الخيري مبالغ كانت خاصة فيه تبرع فيهم فوق الجائزة اللي ربحها معنا 2-5 يعطيها ألف عافي إن شاء الله وجزاهم الله ألف خير ننتقل الابتهال إلى المتصر الثالث معنا إن شاء الله أكيد ننتقل إلى الشاعر سالم الكعبي يا مرحبا بك الله يحييكم يا مرحبا عيدك مبارك عساكم العيدين سالمين العالمين يا ربك آمين يا رب العالمين والله يسلمك شال الأخبار سالم شال الأمور الحمد لله طيب الله يسلمك شو جوال عيد شو جوال عيد عندك الحمد لله رب العالمين لو أننا شوية قيبين بالجائحة لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يعديها الأزمة على خير إن شاء الله الله أمين الله أستاذ وعشانتش نحن خصصنا في هذا العام الجوائز سبت ندخل الفرحة في قلوب المشاهدين لو الفرحة بسيطة نجتمع يعني نطلع عليكم وأيضا مشاركتكم دائما نتنور البرنامج وتزيد من فرحتنا كلنا أكيد نعم وخصوصا يكون لعمل الخير وشكرا جزيلا نكرر الشاعر سالم الكعبي لمشاركتك واستعدادك الكامل على التبرع بهذا المبلغ في لين خمسة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي يعطيك ألف عافية كل الشكر لك أستاذ سالم الله يستلمكم وعافيكم يا رب أنتو الشكر لكم أنتو في البداية إزاكم الله خير وهذه الأفتة مش غريبة عليكم أولا على دولة الإماراتي الله يزيد خيرك الله يبارك فيك يا رب إن شاء الله إن زين نبدأ إياك أستاذ سالم نبدأ إياك إن شاء الله بأول سؤال نعم إن شاء الله أخوي إن زين نبي حماس نبي إنرجي نبي طاقة إن شاء الله إن شاء الله جاهز تمام جاهز إن شاء الله يلا خلنا أخذ إياك أول سؤال السؤال الأول يقول في أي شهر اندلعت الحرب العالمية الثانية هل شهر سبتمبر سبتمبر أكتوبر أغسطس عندك ثلاثين ثانية سر في أي شهر اندلعت الحرب العالمية الثانية سبتمبر 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 أكتوبر ولا أغسطس كن خمسة عشر ثانية سبتمبر إن شاء الله سبتمبر متكد إن شاء الله انتبت العداد نشوف إياك بعض إذا سبتمبر والإجابة صحيحة مبروك عليك سبتمبر هو الشهر الذي اندلعت فيه الحرب العالمية الثانية وتستاهل الحمد لله أحسنت أستاذ مبروك عليك الجائزة الحين بقيمة كم يا ياسين صارف رصيدك ألف درهم إماراتي مبروك عليك ننتقلوا إياك للسؤال الثاني مع الزميلة ابتها قبل السؤال الثاني أنا عندي طلب بسيط بيتين شعر في هذه المناسبة بيتين شعر أنا خلال أهداء بسيط لو بيت بعد يتين العمل الفني نزلناها ليلة البارحة أنا مناشبة تعيز الفطر أنا بعد أول ما طلع من القيدة غنائية تغنفت بالسوشال في هنا الماشي نعم أقول فيها على ظلام الليل زايد ظلامي ظلام متى نهار الوصل يعلن وصوله هنقلت لك مشتاق صد كلامي اللي شراتي ما يبوح بسهوده صح لسانك صح لسانك صح لسانك أو مسرحية وبرد ونسألك السؤال فنبت تركيزه لازم تركيز في المقطع اساساً هلو إن شاء الله بيرجع كل شي متل ما كان هيك الحق والقانون والشرع بيقول بابا أنا طورت الشغل وكبرت السروي شلوم دي أعطي النص لعمك أبي هيك ما رح نتفك أنا بالنسبة إلي ستة وعمي غالين علي كتير ما ببل أي حدا بالعالم يسلمون وأنا عمك وستك غالين علي كتير وأنا قلت مبارح واليوم وبكرة بعمل النفس ما عاملتك تماما بس هذا موحكي شلون يعني موحكي ما عم بفهم عليك حاسك وكأنك يعني ما أناك بحترمني بنوب لا 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 أنا بحترمك كتير بس ما أنا متفك معك لك بني آدم أنا رح أبعتك عفرنسا مشان تختص الله بيغنيني بابا إلا ما يجي اليوم يصير معي مصاري واطلع أختص لحساب بالإذن وراي غزال شفت المقطع؟ نعم معروف شعر سالم معروف 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 إذن سال بيكون سهل عليك السؤال يقول ما اسم المسلسل الذي أخذت منه المشاهد السابقة بدأ العداد بروكر شوفي يا بعض بروكر بروكر متكد بس نعم يمكن لا نزين هذه أسرع إجابة لا 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 أكيد في هذه أكيد نزين ليش بروكر بروكر موباب الحارة لا لا متابعنا متابعنا ما شاء الله واضح عليك أن أستاذ سالم أنت من متابعين قناة الضفرة وبالتالي كان السؤال سهل عليك وإن شاء الله لين خمسة بنوصل إن شاء الله نشوف الإجابة يا بعض نشوف الجواب مسلسل بروكر صبعاً أحسن مبروك تستاهل تستاهل مبروك عليك أربع ثواني كانت مدة إجابتك على السؤال أربع ثواني نعم مسلسل بروكر عرفة وقيمة هذه الجائزة كم يا ياسين؟ قيمة الجائزة 2000 درهم إماراتي يصارف رضيك 2000 درهم ما شاء الله عليك الحمد لله تستاهل بس ما شاء الله عليك أنت حين للحين أسرع واحد يجاوب على سؤال الحمد لله حتى الثواني يمكن إن شاء الله ما يطلب من السنة بعد إن شاء الله إن شاء الله نكمل على هالهمة إن شاء الله إن شاء الله والأمور طيبة ننتقل إياك إلى السؤال الثالث سالم والسؤال الثالث عبارة عن أمثلة شعبية وعاد أدري من اختصاصك حلو 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 أمثلة شعبية في صورة بنشوفها ويبعث ومن هالصورة بنستنتج مثال شعبي تمام؟ نعم يلا خلنشوف الصورة ويبعث طبعا مثل ما إحنا نشايفين بيضة الحر في واحد يعني ها ما بي لأنه سهل المثل ما أقدر أوضح أكثر يصر قائد يصر يعني 15 ثانية نعم بدنا؟ شو؟ بدنا؟ أجاوم؟ نعم واضح على الحر في البيضة يصر نوقف العداد نشوف الإجابة وإيا بعض نوقف ووقف 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 نعم بسم الله نشوف إيا بعض نشوف الحر في البيضة يصر وجوابك صح تستاهل؟ الله عليك الله عليك مضروف انت تسالم ما شاء الله اتزاق والله خير أنا يوم قلت في الأمزلة الشعبية اختصاصة ما تفهم اختصاصة مستثلات قناة الضفرة والأمزلة الشعبية والمعلومات العامة ما شاء الله بس أنا متحمسة الحمد لله الحين ومرنا طيب الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا طيك الفعافية نعم نذكرك أستاذ سالم صار في رصيدك 3000 درهم إماراتي مبروك الحمد لله الحمد لله ماشاء الله عليك ثقافتك يعني واو في كل مجالات ماشاء الله الله يزيدك علم إن شاء الله ننتقل إياك للسؤال الرابع وإياك ابتهاء نشاء الله وبدأت الحين الصعوبة أول ثلاث أسألة كانوا سهلين الحمد لله إن صعب يا لك وكا الله إن شاء الله وعلى بركة الله نقول السؤال الرابع من هو مكتشف الدورة الدمنوية الكبرى؟ ثلاثين ثانية بدأ العداد في خيارات؟ يشوف هما في خيارات بس أنا بعطيك من عندي من هو مكتشف الدورة الدموية الكبرى؟ هل هو وليام شيكسبير؟ أليسون ولا وليام شيكسبير؟ ولا وليام هارفي؟ لا لا أعتقد وليام هارفي إن أعتقد وليام هارفي نوقف العداد نتأكد من إجابتك؟ نعم ننزل نوقف مع بعض نشوف الإجابة إذا وليام هارفي وليام هارفي وإجابتك صح تستاهل أحمد الله أنا السبعة من السرين لأنني أتفصل ألسلت مبروك ما يبارك ديكم خطوة واحدة تفصل كلين خمسة والحين وصل رصيدك لأربع تالاف درهم إماراتي مبروك عليك أربع تالاف درهم إماراتي ما شاء الله رقم كلين وعقبال الخمسة صوبها ثلاثة صفار إن شاء الله إن زين شو رأيك فاسئلتنا للحين أستاذ سالم للحين الثلاثة ومثلاثة جميلة جدا ومتنوعة نعم متنوعة صحيح شكرا لك وإن شاء الله حين باقي لنا سؤال واحد اللي يفصلنا عن الجائزة الكبرى وإن شاء الله بنتعدها بإذن الله إن شاء الله تكمل إن شاء الله إن شاء الله ننتقل إياك للسؤال الخامس يلا بسم الله نأخذ إياك السؤال الخامس السؤال الخامس عبارة عن حزورة أو لغس كذا بسيط وهي جملة بنقراها ونستنتج منها الجواب تمام يلا خلنا أخذ السؤال يقول آسود plateau ما هو بليل يحفر غار مثل الفار ومهو بفار أسود plateau ومى اللي وماهو بليل بعد يحفر غار شرات الفار وماهو بغار ما هو بفار عفوان آ because هو يحفرها بس خمفة نفس الخمفة ساعة خمس ثواني بسك اليعل اليعل نوقف الجواب نشوف ايا بعض نوقف العداد عفون نشوف ايا بعض اليعل ومبروخ بارك فيك كورا إزاك الله خير مبروك عليك بارك فيك يا جنيان يا راح ساهل الناموس وكانت هذه هذه الاسئلة وياك استاذ سالم ممتعة جدا صراحة استمتعتنا صراحة وايد استمتعنا وياك استاذ سالم وانا كذلك استمتعت معكم واطرفنا بابيات الشعر نعم وايضا استاذ سالم حاب يذكرك النصارف رصيدك الجائزة الكبرى خمسة الاف درهم اماراتي مبروك الحمد لله بارك فيكم شكرا لك استاذ سالم ونتمنى لك ان شاء الله الصحة والسلامة ويعطيك الف عافية مشاهدين الكرام فاصل بسيط وراجعين لكم مفاجآت من انتظاركم لا تروحوا نبعيد ضيفنا الياي ايضا بيكون ضيف خاص اترايونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ننزل أول شي طمنا عنك شو الجوال عيد وياك وشو التقوص اللي عندك شو سويت شي عرسي بلاليت فاتي القيمات هو أكيد زيد القيمات وبلاليت وكل شي لكن في البيت في البيت نعم يعني اختلف الوضع قبل أنا أنا متعود كل عيد أصبح الوالد والوالدة الله يحفظهم نعم الله يحفظهم وأكيد مع عيالي لكن تعرفون الظروف هستنا طبعا إن شاء الله بتمر أجل وتعزي إن شاء الله شي تلفون وشي فيديو كول صحيح إحنا بعاد ولكن يعني ولوحن البعد بنحس بالقرب إن شاء الله يعني وإحنا نصنع لنفسنا العيد ستاد فايز يعني في البيت نحاول نسوي الأجواء حق عمرنا بظهر نعم صحيح نزين ستاد فايز قبل لا نبدأ يعني يعني الحين الوضع يختلف عن قبل الحين فيه تلفزيونات فيه تصوالات فيه نت اختلف الوضع صحيح حتى روتين كل شي يختلف ولكن يعني الهمة ونحس إن في عنا ثقة في عنا تفاؤل وشكرا جزيلا طبعا لمشاركتك اليوم ويانا واستعدادك الكامل بالتبرع لهيئة الهلال الأحمل الإماراتي شكرا جزيلا أنا أعرف ستاد فايز إنك مبغريب عن العمل الخيري ومؤخرا كان دعمك لأيضا حملة أخرى حملة جود الخيرية صحيح؟ نعم صحيح نهين عند بدعم سمو الشيخ عبد العزيز بن حميد نعم وكوكبهم الحناني نعم مبغريب عليك ستاد فايز نزين ستاد فايز جاهزوا يانا في الخمس إن شاء الله؟ يا رب إن شاء الله بك شوي شوي علي بالأخير حاضرين من عيوننا حاضرين انت غالي وعزيز علينا حاضرين الله يبارك فيك ناخذ وياك إن شاء الله أول سؤال طبق يلا نتوكل على الله ناخذ وياك أول سؤال ستاد فايز والسؤال يقول ما هي الصورة الأطول في القرآن الكريم؟ عنا ثلاث اختيارات هل هي صورة النساء؟ أم صورة البقرة؟ أم صورة العمران؟ ثلاثين ثانية عندك ستاد؟ أكيد البقرة أكيد البقرة نزيني نوقف العداد نشوف الجواب بيا بعض هل هي صورة البقرة؟ السورة الأطول في القرآن الكريم سورة البقرة وهذا الشيء أكيد وصحيح يعني ستاد يعني حيب علي إذا الله أعلم هاي السؤال الأول والخطوة الأولى سهلة نحن نتدرج في الصعوبة إن شاء الله بسيطك أعتقد أن السؤال الثاني أيضا بيكون بسيط والحين قبل أن ننتقل إلى السؤال الثاني صارف رصيدك أستاذ فايز ألف درهم إماراتي مبروك عليك والله إبارة مثل ما كتأقول ياسين أن السؤال الثاني أيضا بيكون سهل عليك أستاذ فايز ثقافة فنية نعم وفنان عنا أستاذ فايز بيكون في عنا مقطع فيديو من مسلسل من فيلم من مسرحية بنشوف وبنرد نسأل السؤال يلا شوف يا بعض أستاذ نصوف يا بعض شنو؟ أنت من سجين؟ أمي؟ إذا أنت وين؟ أي مستشفى؟ خوش خوش يلا حين هيكي مع السلامة برحنا لا 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 ما أنت رايحتنا من بلحاشين أنا أدري سجين لي قال حسين؟ أي سج وليش يا أمه؟ صراحة ما أحبها ما أشتي أبعيش طالله ما بيها تصير جنتي ولا أبي من أعيال تأخذين تناعين تشتروحين يطقين المرأة؟ ليش إحنا وين قاعدين يما فوضة الدنيا فوضة؟ أدري أنتي ما تحبينها لأن ولدي إيه لأن ما تحبين إلا نفسك عارفة شاكوا أحبه ولا ما أحبه يما ترى الدنيا مو فوضة اللي سويته قلط قلط أنت ليش تدافعين عنها؟ إيش ما تدافعين أنا أخوش؟ تبيني أشوف بيت أخوشين هدم وتمساكتها ما أكتر وتروحين تأخذين شنائنش وتطقين المرأة وتروحين فيها ها؟ خلا روح فيها إذا صار فيني شي لا توقفين معي زين؟ يه أستاذ فايز شفت المقطع؟ أي نعم والسؤال يقول لازم تكون مركز في المقطع أستاذ عشان تعرف السؤال هذا من مسلسل مسلسل كون في كفة نزيل ونشوف السؤال ويا بعض من هو مخرج مسلسل الكون في كفة؟ ثلاثين ثانية بدأ العداد ها أستاذ شو الاختيارات؟ الاختيارات أنا بساعدك أستاذ هو ابن الفنان بشير الهواري عيل سائد بشير الهواري سائد بشير الهواري ثبت العداد نوقف العداد نشوف الإجابة ويا بعض المخرج سائد بشير الهواري صح إجابتك مبروك مبروك ألبس مبروك أستاذ فايز وصلت لين أربعة وإن شاء الله بالتوفيق لين خمسة لين أتنين بتيها العب لين أتنين شفت أنا دوما خربت شو ككك يا سين قد ترقزين مشتركين مرقزين أكثر عني الحساب هاي مشكلة رياضياتي لا ما مشكلة نزين أستاذ فايز صار في رصيدك ألفين درهم إماراتي مبروك الله يبارك ما شاء الله عليك أستاذ فايز نزين أستاذة حين عنا السؤال الثالث عبارة عن أمثلة شعبية وأكيد أنت ما شاء الله عليك مية مية في الأمثلة الشعبية إن شاء الله إن شاء الله نشوف فيها بعض في صورة بتطلع لنا وبنستنتج منها مثال شعبي خانشوف فيها بعض شايفين احنا صورة حين جدامنا بدأ العداد شلال وقطرة وقطرة نازلين نفس الغدير شي يعني قطرة نازلة وشي وصلتك 15 ثانية هاي 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 نا شو هي قطرة على قطرة تصير غدير نشوف اللي جابه إياه بعض ثبت هالعداد كنترول يلا نشوف إياه بعض قطرة على قطرة تصير غدير وإجابتك صح مبروك ألف ألف مبروك استاذ فايد الله يبارك اللي بنعرف منك الله يبارك والله طلعت بحنام هو هاي والله بس بنشوف بعد لين خمسة وقتها بنحكم عليك لين الحين ما شاء الله عليك شادة الهمة ومركز نزيل بعد نذكرك بقيمة الجائزة استاذ صار في رصيدك ثلاثة ألاف درهم إماراتي مبروك ما بتسألي يا سيد المثل هيه قبل أن تقل السؤال الرابع ويا شبتهال استاذ يا ليتا بيسألك سؤال المثل اللي قبل شوي هذا قلناه شو يعني هالمثل لا ممكن توضح لك قطرة على قطرة تصير غدير يعني ماي ماي على ماي يعني شوية يصير مثل شلال أو غدير صحيح صحيح أكيد 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 مجهودنا ولو بسيط بس قطرة على قطرة مجهود على مجهود ويصير وهالشي بالضبط اللي نحاول نسويه اليوم أكيد إن كان بعمل خير بسيط مثل ما قلت أخو ياسي في بداية الحلقة لو بي تلفون لو بي دعاء لو بوقتنا قطرة على قطرة إن شاء الله نأثر ونسوي تغيير نعم إن شاء الله إن شاء الله ونتقل وياك إن شاء الله إلى السؤال الرابع والسؤال الفاصل الفاصل عن السؤال الخامس والنهاي ننتقل وياك إلى السؤال الرابع مع ابتهاء نج้ 오른 السؤال الرابع شوي صعب السؤال يقول مَا هُوَ أُولْ قَمَر صِناعِي تم إطلاقا للفضاء ثلاثين ثانية أول قمر صناعي انطلق للفضاء ماشي اختيارات بس هو بحرف السين صح بحرف السين بعطيك اختيارات سبوتنك 1 سبوتنك 2 ولا سبوتنك 3 أي وعد فيهم سبوتنك 1 سبع ثواني نوقف ونثبت العداد ونشوف إذا سبوتنك 1 هي الإجابة الصحيحة نشوف إيا بعض مبروك إجابتك صح سبوتنك 1 الله إخبارك سبوتنك أحسنت يا ستادي خايز الله في كل فتادي قربك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك الله يزيد إن شاء الله الله يزيد عقبال الخمس تالاف صارف رصيدك أربع تالاف درهم إماراتي مبروك ما شاء الله عليك ستادي ثقافتك قاعدين نشوفها وحاضرة يعني بكل وضوح ما شاء الله كلمة من الحجر كلمة من الحجر قاعد تقرأ ما شاء الله 24 ساعة شوفك نزين أستاذ قبل أن ننتقل إلى السؤال الخامس وياك ياريت تعطينا يعني لو عندك تصريح يديد ولا شيء يديد أغنية قادمة ألحان عمل أي شيء شو قاعد تحضر له تصريح خاص فينا يعني حقنا والله في غنية اسمها ما للكبار إلا الكبار كلمات الشاعر راشد راشد بن حمدان المزروعي نعم والحاني وغناء المجموعة هذه الغنية إهداء إلى صاحب السمو الشيخ محمد الزايد الله يحفظ الله يحفظ على الإنجازات والدعم الكبير اللي دعمنا إياه خلال هذه الفترة ومش خلال الفترة دائما بو خالد الله يطول بعمري صحيح دعم للإنسانية وللشعب دولة الإمارات وقائد أكيد فهذه هدية متواضعة مننا له نعم أكيد شكرا لك أستاذ فايز وفعلا يعني على مجهودات ذلك المبذولة يعني وأكيد قيادتنا الرشيدة مم قصرة ويانا في شي نعيد عليهم أيضا من عندنا من خلال الستوديو إذن استاذ فايز ننتقل وياك إلى السؤال الخامس والسؤال الأخير والسؤال الفاصل عن الجائزة الكبرى لين خمسة إن شاء الله لين خمسة السؤال الخامس هو اللي بيوصلك للجائزة الكبرى إن شاء الله استاذ فايز وقدها وقدود انت ما شاء الله عليك يلا ننتقل معاك إلى السؤال الخامس بنقرأه إياه بعض ومننا بنستنتج الجواب تمام؟ إن شاء الله إن شاء الله يلا نشوف السؤال جدامنا السؤال يقول بنت الهور والهور رائيها بنت الشحم واللحم وأعظام ما فيها ها 30 ثانية بنت الهور والهور رائيها بنت الشحم واللحم وأعظام ما فيها أكيد الفقع أكيد الفقع متأكد مو بالكمع؟ نعم هو هو الكمعي هو الفقع نعم نعم صحيح نشوف الإجابة يا بعض السؤال فايز أكيد الكمع والفقع وإجابتك صح مبروك عليك واضح السؤال فايز إنك مركز هو دعم ياسين يحاول أن يوقع بضيوبنا بس ما شاء الله عليك نعم شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك الله يطول في عملك السؤال فايز نبي نذكرك أن صارف رصيدك الحين خمسة ألاف درهم إماراتي لفعل الخير بإذن الله شكرا لك على مشترك السؤال فايز شكرا لك 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 شكرا لك